بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج شهر رمضان شهر الدعاء لصاحب الزمان سلام الله عليه وعظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب عليه السلام أذكار وأدعية قبل النوم تقضي لك الحوائج العظيمة لو عرفنا قدرها لما تركناها أبدا ومنها أن تقول قبل نومك لرفع هموم الدنيا والآخرة ولقضاء الحوائج عاجلا غير آجل قبل أن تنام أنت على فراشك قبل أن تنام تأخذ السبحة وتقول ألف مرة يا كريم ويا رحيم يا كريم ويا رحيم فيقضي الله سبحانه وتعالى حاجتك ويزيل همك كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله قال من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر ومثل رمل عالج ومثل أيام الدنيا رمل عالج هي صحراء في الحجاز رملها يكون ناعم كذلك عندما تقول هذا الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن تنام أنت في فراشك تقول ثلاث مرات يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته فمن قرأها فهو كمن صلى ألف ركعة من قرأ هذا الذكر ثلاث مرات قبل أن ينام فهو كمن صلى ألف ركعة كذلك ورد عن أهل البيت عليهم السلام هناك أعمال كثيرة الإمام الباقر عليه السلام يقول من قرأ صورة القادر حين ينام إحدى عشر مرة خلق الله له نورا سعته سعة الهواء عرضا وطولا ممتدا من قرار الهواء إلى حجب النور فوق العرش في كل درجة منه ألف ملك لكل ملك ألف لسان لكل لسان ألف لغة يستغفرون لقارئها إلى زوال الليل ثم يضع الله ذلك النور في جسد قارئها إلى يوم القيامة ومن قرأها حين ينام ويستيقظ ملأ اللوح المحفوظ ثوابه اللوح المحفوظ العظيم يمتلئ بالثواب بثوابك أنت كذلك قال الإمام الباقر عليه السلام من قرأ صورة الواقعة قبل أن ينام لقي الله عز وجل ووجهه كالقمر ليلة البادر كذلك الإمام الصادق عليه السلام قال من قرأه يا سين قبل أن ينام وكل الله به ألف ملك يحفظونه من كل شيطان الرجيم ومن كل آفة أي أنه يكون محفوظ من السحر والعمل والشياطين والجن إلى غير ذلك كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله من قرأ آية الكرسي عند منامه فتح الله عليه أبواب الرحمة إلى الصباح أي أن الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأرزاق والخيرات واستجابة الدعاء وقضاء الحاجات أثناء الليل فتجدها صباحا بوجهك إن شاء الله كذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول من قرأ ألهاكم التكاثر عند النوم وقياه فتنة القابر كذلك الإمام علي عليه السلام يقول من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات حين يأخذ مضجعه وكل الله به خمسين ألف ملك يحرسونه ليلته ومن قرأ قل هو الله أحد مئة مرة حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة كذلك قال الإمام الصادق عليه السلام من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله مئة مرة بنى الله له بيتا في الجنة ومن استغفر الله حين يأوي إلى فراشه مئة مرة تحات الذنوبه كما يسقط ورق الشجر مئة مرة أقول استغفر الله وأتوب إليه أو استغفر الله ربي وأتوب إليه مئة مرة تتساقص جميع ذنوبك كذلك قال الإمام الصادق عليه السلام من بات على تسبيح فاطمة عليه السلام كان من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات والذاكرين والذاكرات من أهل الجنة حتما وقطعا قبل أن تنام تسبح تسبيح فاطمة سلام الله عليها كذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من تطهر أي توضأ ثم آوى إلى فراشه ذهب إلى فراشه بات وفراشه كمسجد هذه الأعمال البسيطة والقصيرة يمكنك أن تختار من بينها ما يلائمك يلائم ظرفك تختار عمل واحد عملين كل الأعمال هي كلها بسيطة وتنال هذه المراتب العظيمة قبل أن تنام وتغضى لك الحوائج فلا تدعها أبدا برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام